رجل كان عالماً اسمه بدر الدين الزركشي أحد عيون الشافعية وأئمتهم في زمانه في القرن الثامن الهجري ده رجل كان شافعي المذهب فأسرة من الأسرة التي تنصر المذهب الشافعي التقطت ذكاء هذا الرجل هذا الشاب فجابوه قالوا له نعمل معك صفقة هنصرف عليه ونتبنى حياتك ونجيب لك بيت ونزوجك ونفضل نصرف عليك حد ما تموت بشرط أن تنصر المذهب الشافعي فألف هذا الإمام مؤلفات في المذهب الشافعي أصولاً وفروعاً مما يعني تبهر الأنظار يكفي أنه أول رجل أعلمه صنف في علوم القرآن كتاباً لم يحم طائر إنسان على هذا الموضوع كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن قضى حياته كلها في نصر الدين بسبب إيه؟ أني أسر قالت له لا تحمل هم الأكل والمعيشة والكلام ده ولكن فرغ هذا الذهن لطلب علم الشرعي أنا عايز الناس الأغنية أعملوا كده لأن تنفق على فقير له مردود خير من أن تنفق على فقير لا لا مردودة له لا أنا أعطي فقيراً له نفع متعدي لا سيما للأمة غير فقير نفع متعدي لنفسه ولأولاده ما بقولش برضو إن النفس الأولاده مش مهم لكن على الأقل اعمل موازنة في النفقة صحيح كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما لك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل